موسيقى مجز لأهم الأنباء أهلا بكم بداية حقق مجمع سونالغاز خلال عام 2022 رقما قياسيا في مجال التصدير خاصة الكهرباء ومعدات متطورة مصنعة في الزائر حيث بلغ أكثر من 217 مليون غرو وهذا حسب ما جاء أمس الخميس في بيان للمجمع العمومي وأشار البيان إلى أن مجمع سونالغاز يطمح إلى تعزيز مستوى الانتاج مساهمة منه في زيادة معدل الإدماج الوطني وخفض فاتورة الاسترادة حذر صندوق النقد الدولي أمس من خطورة وضع لبنان بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان أنها في وضع خطير جدا حسبه أنه على السلطات تسريع وطرة تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار رفع بنكو إنجلت رأيس على الفايدة أمس 25 نقطة أساس إلى 4.25% وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008 لكبح التذخم المرتفع وأظهرت بيانة رسمية أن التذخم في المملكة المتحدة قفز بشكل غير متوقع إلى 10.4% على أساس سنوي في شهر فيفري من جهة أخرى رفع الاحتياطي والفيدرالي الأمريكي هو الآخر أول أمس أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على نطاق بين 4.73% أعلنت وزارة العمل الأمريكية أمس عن انخفاض عدد الطالبين لإعاناة البطالة ويأتي هذا الانخفاض أقل من التوقعات رغم الاثترابات التي تمس القطاع المصرفي جراء انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغانتشر مما يأكس عدم تأثور الاقتصاد بعد اضطراب الأسواق المالية وحسب المختصين فإن ارتفاع طلبات إعانة البطالة يشير إلى ركود اقتصادي محتمل بينما تعكس معدلة المؤشر الحالية النتائج الإيجابية التي يحققها سوق العمل الأمريكي حيث أن البطالة لا تتعدى 1.2% قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلده قادرة على تلبية احتياجات الصين المتزيدة من الطاقة وأضف أنه بحلول عام 2030 سيكون الحجم الإجمالي لإمدادات الغاز الروسية إلى الصين 98 مليار متر مكعب على الأقل بالإضافة إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال كما أبدت روسيا استعدادها لمساعدة الشركات الصينية على أن تحل محل شركات الغربية التي غادرت روسيا مع العلم أن البلدين ناقش مقترح خطئ نبيب بارو أوف سيبيريا إثنان الذي سينقل الغاز الروسي إلى الصين بحاجة 50 مليار متر مكعب سنويا أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن توقيع مذكرة مع أرامكو للتعاون الاستراتيجي في توطين المنظومة الصناعية لتكنولوجيا الجيل الخامس في السعودية وبموجب المذكرة اتفقت الشركتان على الاستفادة من تكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس المتقدمة لتوفير اتصالات آمنة وسريعة للصناعات السعودية هذا وكانت شركة أرامكو قد اطلقت في شركة أرامكو ديجيتال مؤخرا وهذا بهدف التحول الرقمي في الشرق الأوسط بما في ذلك السعودية وشمال إفريقيا إلى خبر آخر تنوي كل من السعودية والإمارات استثمار مليارات الدولارات في شركة سبيس إكس التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ويأخذ عن مصادر مطلعة أن شركة المياه والكهرباء السعودية وشركة ألفا دبي الإماراتية من أبرز الممولين دون الإفساح عن قيمة الاستثمارات وقالت المصادر أن سبيس إكس تعتزم فتح اكتتاب لجمع 140 مليار دولار في فرنسا خفضت مصافي شركة Total Energy وإكسون موبايل كارب انتجها من الوقود نتيجة الإضرابات أقول الإضرابات العمالية المستمرة للأسبوع الثالث احتجاجا على مخطط الحكومة الفرنسية لتعديل النظام التقاعد وأفدت تقارير صحفي أن المحتجين يغلقون بوابات المصافي الأمر الذي منع شحن الوقود لنقله إلى الأسواق ويخشى المراقبون تكرار أزمة الخريف الماضي عندما توقف نحو نصف شركات التكرير الفرنسية عن العمل بسبب الإضراب هذا وقد أخذت الإضرابات في فرنسا منح عنيف حيث جرح 441 من أعوان الشرطة وتم اعتقال 457 من المتظاهرين يوم أمس نهاية الموجز في أمن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر